السلام عليكم عمر معاكم بداية جيدة بالنسبة للأسواق الأمريكية ومميزة بالنسبة للأسواق الصينية حلقة اليوم هنتكلم كده على ريكاب سريع ماذا حدث بالنسبة للأسواق الأمريكية والصينية الأسبوع الماضي ماذا ينتظرون هذا الأسبوع من أخبار كثيرة قوائم مالية كثيرة فإن شاء الله هتكون حلقة اليوم حلقة تحضيرية لما هو قادم الأسبوع الحالي واللي حبي تعلم أكثر عن دورتنا التعليمية تقدروا تلاقوا تفاصيل الدورة في الديسكريبشن ونبدأ حلقة اليوم طبعا ارتفعت الأسواق الأمريكية ارتفاعات جيدة حتى الآن سنة 2023 الأسواق الأمريكية مرتفع ما يقارب 1.8% فهذا مؤشر جيد يعني بعد ما كنا 3 أو 4 أسابيع متواصلة من الخسائر بالنسبة للأسواق الأمريكية اليوم نقفل أول أسبوع في عام 2023 بالإيجابي تسألوا السبب طبعا السبب الرئيسي كان يوم الجمعة اللي ارتفعت الأسواق الأمريكية ارتفاعات قوية جدا أكثر من 2% للمؤشرات الثلاثة تسألوا ما هو السبب الرئيسي أقدر أقول لكم طلع تقرير التوظيف أكثر من المتوقع يعني الوظائف اللي عينتها الحكومة والشركات كانت أعلى من المتوقع ولكن ما هو هذا السبب الرئيسي اللي خل الأسواق ترتفع إنما ما يسمى بـ الـ U.S. wage growth أو ارتفاع في رواتب الناس كان أقل من المتوقع دائما نذكر الناس أن الفيدرالي دائما يتكلم على موضوع السيرفيسيز أو التضخم في مجال الخدمات والخدمات تعتمد بشكل كبير على الرواتب عندما ترتفع الرواتب هذه فتأكد أنه قطاع الخدمات اللي هو تقريبا 55% من ملف CPI أو تقرير التضخم فلما تبدأ تنزل الرواتب فهذا مؤشر إيجابي بالنسبة للتضخم ولكن هنا نقطة ولكن الآن يعني التضخم ما زال مرتفع بـ 7.1 ولكن زيادة الرواتب من شهر لشهر هي 0.4 يعني لو نضربها في 12 تقريبا 4.5% ماذا يعني؟ يعني الناس ورواتب الناس قاعدة تنزل مقارنة بالتضخم وهذا يعني غير جيد بالنسبة للاقتصاد ربما يكون جيد بالنسبة للتضخم ولكنه ليس جيد بالنسبة لمرحلة الركود وصرف والمصاريف بالنسبة للناس والاستهلاكهم فالآن يعني لما يكون عنده الشخص مبلغ أقل فحيبدأ يصرف أقل في الاقتصاد ما يعني مرحلة الستاكفليش فدائما نقول أنه إحنا في مرحلة شوية يعني غريبة بعض الشيء لأن الأخبار السلبية من جميع الاتجاهات مهما قرأت الموضوع فمثلا خليني أشرح لكم على سبيل المثال على سبيل المثال هنا لو قولوا الرواتب بدأت تزيد ماذا يعني؟ يعني المبيعات بالنسبة للشركات ستزيد ولكن ماذا يعني التكلفة بالنسبة للشركات لأنه توظيف الناس ورواتبهم أعلى مما يؤدي إلى الإكسبنس بالنسبة للشركات ترتفع كمان غير جيدة طيب لما نيجي منقول أنه رواتب الناس بدأت تنزل ماذا يعني؟ معناها عندها أو القوة الشرائية بالنسبة للموظفين حتقل لشراءها المنتجات فماذا يعني؟ مبيعات الشركات حتنزل مما يعني أنه أرباح الشركات حتنزل فإحنا في وضع من وجهة نظري حساس بعض الشيء في هذه الفترة فأقدر أقول أنه من وجهة نظري مبالغ بعض الشيء الارتداد اللي صار لأنه الآن الاقتصاد يبين لك أنه يعني رواتب الناس قاعدة تنزل وفي مرحلة استاكفليشن إحنا مع تضخم عالي هذه مراحل خطيرة لو تشوفوا أسعار المنازل مثلا اليوم أسعار المنازل من أعلى ما يكون شوفوا شوفوا الجراف يوريكم قديش أسعار المنازل قاعدة ترتفع مقارنة بيعني عشرين عشرين وعشرين طمانطعش كلها يعني يوريك قديش الأسعار مبالغ فيها يعني كنت تشتري تقريبا منزل في الفين الفين وطمانطعش بتلتمائة ألف دولار اليوم بتشتريها باربعمية وستين ألف دولار حتى السيارات يا جماعة عملت كده تقرير في الأيام الماضية على تويتر كتبت كده إنه المبيعات السيارات في اثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين يقولوا نازل الأسعار ولكن قاعد أشوف الأسعار يا جماعة مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة في عشرين عشرين فكل شيء ما زال يعني مرتفع بشكل كبير جدا في الفترة القادمة وأعتقد أنه التضخم ما زال مستمر معنا ولكن أعتقد أنه فيه بدأ يصير شفت بالنسبة للاقتصاد وهذا اللي أنا بغى أتكلم عنه الشفت من ناحية التضخم إلى مرحلة الركود الآن أصبح الأخبار الأهم والحركة الأهم اللي تحرك الأسواق هي مرحلة الركود من وجهة نظري في المستقبل ما زالت الأسواق تتحرك بموضوع التضخم ولكن من وجهة نظري مشكلة التضخم ليس هي المشكلة الآن لأنه بدأ ينزل ولكن بينزل للأسباب الخاطئة بينزل لأسباب أنه الاقتصاد قاعد يضعف بشكل كبير حتى تلاقوا المانيفاكشرينج نيو أوردرز نزول شديد بالنسبة لها وهذا كله مؤشر يعني يوريق قديش الاقتصاد وحركة الاقتصاد القادمة أيضا فبنقول يعني بدأ الشفت قاعد يصير الآن التضخم صحيح قاعد ينزل ولكن من وجهة نظري قاعد ينزل للأسباب الخاطئة بينزل لأنه المواطنين دخلهم أقل والمبيعات والحركة بالنسبة للمواطنين قاعد تنزل مما يؤدي إلى دخولنا في مرحلة ركود لو ننظر كده إلى القطاعات الأمريكية والأسبوع الماضي والقطاعات تقريبا كلها كانت بالإيجابة إلا قطاع النفط اللي كان بالسلبي وأسباب نزول قطاع النفط كثيرة جدا ولكن أقدر أقول لكم أنه في يعني زي النيجوشييشن قاعد يصير بين الحكومة بايدن لشراءها الاحتياط النفط اللي استخدمته في سنة 22 وشركات النفط الأمريكية حتى الآن لا يريد ما وصلوا إلى اتفاق في شراءهم لهذا السعر الحكومة الأمريكية تريد شراء البرنت أو سعر النفط بال70 دولار ولكن شركات النفط متمسكة بأسعار أكثر من ذلك خلينا نشوف ماذا يحدث بالنسبة لنا ولكن النفط في مرحلة من وجهة نظري حساسة بعض الشيء لو ننظر إلى القطاعات وطبعا في الترتيب الأول البيسيك ماتيريال يعني زي مثلا الدهب الدهب اليوم من أفضل ما يكون كثير من الناس قاعدين يشتروا الحكومات قاعدة تشتري كلهم تخوفا وتحسبا من دخولنا في مرحلة ركود دائما الذهب علاقة دائما نقول معاكسة مع الدولار أيضا في مراحل الركود الاقتصادي الكل يريد يتجه إلى الدهب فأيضا هذا مؤشر ليش الدهب بيرتفع بشكل عالي تكلمت في الحلقات الماضية أني بدأت أستثمر بعض الشيء وأنا عندي يعني تعدين شركات تعدين الذهب قم بشراء في الأسابيع الماضية ولو حصة قليلة ليش أفضل شركات تعدين الذهب لأنها تدفع أرباح موزعة غير أني يعني أنا يعني إذا طلع سعر الدهب بتطلع هذه شركات التعدين أفضلها أكثر من شرائي للدهب مباشرة طيب لو نشوف مثلا القطاعات الأخرى والكونسيومر السيكليكل طبعا بقيادة أمازون هي اللي كانت مرتفعة الفاينانشلز كانت جيدة خلينا نشوف كده الهيتما بالنسبة للأسبوع وكانت الصورة غريبة بعض الشيء نبدأ كده بلي قطاع الهيلث كير اللي من وجهة نظري خاصة قطاع التأمين الصحي اللي كان بيعاني يونيتد هيلث من الشركات المميزة أتمنى أنها تنزل أكثر أشان أرجع أشتري قررت أن يبيعها في عام 22 لأنها كانت مرتفعة ارتفاعات قوية الآن في عام 23 بدأت تنزل نزول قوي فربما يعني لو نزلت أكثر أعتقد أنها فرصة لأنه قطاع دفاعي قطاع مميز قطاع يدفع أرباح موزعة غير كده لو دخلنا في مرحلة ركود اقتصادي لا يتأثر هذا القطاع الكل يحتاجت تأمين الحكومة الأمريكية ستدعم قطاع التأمين فمن القطاعات المهمة جدا أيضا في مراحل الركود لو ننظر كده إلى يعني تسلا كانت أيضا بتعاني من وجهة نظري أيضا يعني العارف كلكم أني أنا بدأت الاستثمار في تسلا على سعر تقريبا 120 دولار الدفاعيات أيضا كانت جيدة النفط زي ما قلنا أهم الشركات كانت على ارتفاع مع اختلاف اكسون موبيل وشيفرون اكسون موبيل ارتفع شيفرون كان على نزول لو ننظر مثلا إلى الاندستريلز أيضا كانت على ارتفاع مايكروسوفت وأبل ما قدموا ولا شيء في هذا الأسبوع وطبعا جوجل أيضا نفس الشيء فالميجا كاب ما زال يعاني إلا شركة أمازون اللي يعني أنا أيضا قررت وضفت بعض الاستثمارات في شركة أمازون وطبعا واحد من أهم المستثمرين بيل ميلر يشتري أيضا في شركة أمازون من وجهة نظري أمازون يعني وضعها جيد من الشركات المميزة اللي يسعب تنافسها عندها مكونات احتكار كثيرة ولو ربما تعاني في الفترة القادمة من ناحية الركود ولكن من وجهة نظري الشركة يعني ستكون موجودة معنا لسنوات وسنوات عدة إذا تحبوا نعمل فيديو عن تحليل شركة أمازون بطريقة مفصلة يريد تحطونا في الكوميت نعمل طبعا من الشركات الأخرى طبعا قطاع السوفتور ككل كان بيعاني بشكل عالي جدا خاصة شركة سيلس فورس اللي شالت وظائف كثيرة ولكن لو تشوفوا قطاع السوفتور كله كان نازل بسبب طبعا سيلس فورس إلا شركة سيلس فورس كانت على ارتفاع سيارم طلعت 6% والآن مارك بنيوف بيقولك أنه كمان بعد ما شال 10% من موظفي الشركة سيشيل أيضا جزء أكبر بالنسبة للشركة لو ننظر إلى الشركات الصينية اللي طبعا أنا يعني مبسوط جدا بالشركات الصينية شركة علي بابا تخيلوا هذا ما هو في سنة هذا فقط في أسبوع مرتفعة أكثر من 20% شركة بايدو 15% ولكن تسألوا ليش شركة علي بابا مرتفعة بهذا الشكل الكبير أقول لكم طبعا اللي قاعد يصير ويعني طلوعهم من الجائحة واللوكداون والآن بدأ ينفتح الاقتصاد التضخم عندهم قليل جدا أقل من 2% عندهم يعني حزم مالية الحكومة حتضخها في الاقتصاد غير أنه عملوا مساندات لقطاع الديفلبمنت أو قطاع التطوير العقاري فكل هذه أشياء مؤشرات إيجابية العالم يتجه إلى ركود اقتصادي والصين تفتح الاقتصاد فكل هذه أدت إلى كثير من المحافظة الاستثمارية تتجه إلى الصين مرة أخرى وطبعا علي بابا ارتفعت والسبب الرئيسي من وجهة نظري أمس واليوم بترتفع ارتفاعات قوية بسبب أنه جاكما الرئيس التنفيذي الأكس رئيس التنفيذي يخرج من أنت جروب اللي ما يعرف أنت جروب هي شركة تملكها تملك 35% من حصتها علي بابا تعتبر من الشركات النيوبانكس أو الفينتك بانكس فخروجه منها هذا مؤشر جيد لأنه كانت علاقته مع الحكومة علاقة غير جيدة بعد ما يعني هاجم الحكومة وهاجم الريجوليترز أو اللي يضعوا الضوابط الحكومية فيعني كل مشكلة علي بابا كانت من رأس هذا الرجل فخروجه منها من وجهة نظري مؤشر إيجابي لشركة علي بابا خلينا نتكلم كده عن ماذا ينتظرون طبعا عندنا تقرير التضخم في الأيام القادمة من وجهة نظري يعني ربما نشوف النزول بالنسبة للتضخم أكثر في التقرير القادم ولكن زي ما قلت من وجهة نظري التضخم خلاص ما هي هي المشكلة الرئيسية اليوم لأنه الفدرالي أكد أنه ما حيوقف رفع الفائدة في حال الفدرالي نزل الفائدة هذه من وجهة نظري نقطة خطيرة نرجع نتكلم على التضخم مرة أخرى ولكن التضخم بينزل بالاتجاه الصحيح المشكلة الكبرى اللي هتواجهنا الأسبوع القادم أو ما نقول مشكلة إنما يعني المخاطر اللي تواجه الأسواق الأمريكية في الأسواق هي القوائم المالية بالنسبة للشركة بعدما الفدرالي بدأ يرفع من مارش 2020 أو 21 الفائدة الآن خلينا نشوف قد إيش تأثير رفع الفائدة اللي ارتفعت ارتفاعات تاريخية في 22 على الشركات والقوائم المالية بالنسبة للشركة كثير من محللين وولستريت يقولك إنه يعني نزول بالنسبة للأرباح الشركات 4.1% زي ما انتوا شايفين شوفوا كانت الأرباح بالنسبة للشركات على ارتفاع من بعد الجائحة ارتفعنا تقريبا 50% 80% شوفوا الآن النزول نزلنا 40% نزلنا كنا إلى 30% الآن إلى الخمسة طبعا الآن بالسلبي وبالسلبي 4.1% الكل متخوف من ركود وأنا صراحة متخوف من القوائم المالية بالنسبة للشركات وبالأخص البنوك اللي حتكلم عنها أكثر لو ننظر إلى تقييم الأسواق الأمريكية اليوم وأقدر أقول لكم الملتيبل بالنسبة للأسواق تقريبا 17% ما زال شيء مهم جدا أنه الوالستريت والمحللين في والستريت يعتقد أنه الأسواق هذه السنة هترتفع 4% وأعتقد هذا رقم مبالغ في بعض الشيء تسألوا طيب الملتيبل اليوم يا عمر بتقول أنه 17 السبعة عشر هذه قد تتغير بشكل عالي جدا في حال أنه الأرباح بالنسبة للشركات كانت أقل من المتوقع إذا كانت الأرباح أقل من المتوقع فتأكد أنه الملتيبل على طول حيطل على طول لأنه دائما هي هو هذا كيف نطلع على الملتيبل فالشيء الثاني والأهم أن أعتقد أن القوائم المالية حتبين الأشياء الكثيرة خاصة الفوركاست بالنسبة للشركات لـ 23 شيء ثاني ويقول لك هنا أن الأفريج بالنسبة للأسواق الأمريكية في آخر عشر سنوات هي 17 وأقدر أقول لكل الناس اللي بتتكلم عن ذلك يقول لكم يا جماعة دورة الأسواق في آخر عشر سنوات مختلفة تماما عن دورة الأسواق اليوم دورة الأسواق من عشر سنوات كانت الفائدة صفر والفائدة نعرف كل شيء بالنسبة للأسهم أو بالنسبة للسندات كانت تقريبا صفر يعني السندات ما ترجع اليوم السندات ترجع لك 5% هذا الشيء واحد يوريك أنه الملتيبل لازم يرجع لما هو كان في مراحل التشديد الشيء الثاني اللي كان الملتيبل بالنسبة للأسواق الأمريكية أقدر أقول لكم أنه كان في حزم مالية وليكوديتي عالي وكونتيتيتيف إيزنج بالنسبة للأسواق في آخر عشر سنوات كل هذه أثرت على ارتفاع الأسواق فأنا أعتقد أنه لو نبغى ننظر للأسواق الأمريكية ما نتخذ قرار إلا لما نشوف الشركات والـ S&P 500 قد إيش الأرباح للشركات ونبغى نشوف ملتيبل من وجهة نظري ملتيبل بداية دورة والملتيبل اللي في بداية الدورة تكون بين الـ 12-13-14 حتى ولكن الـ 17 من وجهة نظري مرتفع خاصة أنه داخلين في مراحل القوائم المالية طيب نتكلم كده عن القوائم المالية بشكل سريع وتبدأ يعني الأسبوع الحالي يوم 13 يوم كبير جدا البنوك الأمريكية وأهم الشركات بلاك روك، دلتا، ويلس فارغو، سيتي كثير من البنوك الأمريكية المهمة حتطلع والأسبوع القادم طبعا اللي بعده حيكون في جولدمين ساكس، مورغين ستالي من وجهة نظري البنوك حتعطيك انطباع مهم جدا خاصة لما يتكلموا على مستقبل السنة فإن شاء الله ستابعكم بكل هذه الأخبار للقوائم المالية إن شاء الله استفدتم من حلقة اليوم وبالتوفيق في استثماراتكم